مور دليا ومور التصويت على انتخابات مبكرة على طاولة مجلس العموم البريطانية في اليوم الأخير من أعماله قبل التعليق الذي أمر به رئيس الوزراء ولم يعد لدى بوريس جونسون أكثرية في البرلمان بعد انشقاق نائب من حزبه وبعد طرد 21 نائبا من حزب المحافظين الذين صوتوا مع المعارضة على اقتراح قانون يهدف لتجنب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويسعى جونسون للخروج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد من خلال إجراء انتخابات مبكرة إلا أنه يواجه معضلة الحصول على غالبية الثلثين في البرلمان ويعارض غالبية الأعضاء الخروج دون اتفاق وسبق لهم التصويت على اقتراح قانون يجبر جونسون على إرجاء موعد الخروج ثلاثة أشهر إن لم يتمكن من الحصول على اتفاق خروج جديد بحلول التاسع عشر من أكتوبر إلا أن وزير المالية ساجد جاويد قال إن جونسون لا ينوي على الإطلاق طلب تمديد إضافي من جهة ثانية فتمديد مهلة الخروج تحتاج موافقة بالإجماع من أعضاء الاتحاد السبع وعشرين ولا تبدو فرنسا مقتنعة حاليا وقال وزير خارجيتها إن جواب باريس هو الرفض ضمن الظروف الحالية فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارتكار الذي استقبل نظيره البريطاني في دابلين إن الاتحاد الأوروبي لم يتسلم بعد أي اقتراح واقعية من لندن للخروج من المأزق المتعلق ببريكزيت حسن جوليد العربية